نعم طموح لأي ناخب ولا أي مدرب مشروع يبقى من الأهداف تأي ناخب ولا مدرب باش يوصل إلى أهداف معينة أقول لك أن ربما هذا الناخب لازم يسلم على رأس علي الوزيج لأنه علي الوزيج هو اللي أوصل بالمنتخب إلى المنطيال بالرغم من كل الظروف اللي لعب فيها المنتخب المغربي لعب كل مباريات في منعبه يعني تقريبا لو كان المفروض اللي لعب في دار لقجع باش يتأهل احنا شفنا الظروف اللي يتأهل فيها المنتخب المغربي شفنا المباريات اللي خادها شفنا حتى المباراة الفاصلة أمام أضعف المنتخبات في القرى نقول لك أنه المنتخب هذا نقول لك عنده بعض من الحط وكذلك الاستراتيجية لربما اسرقها من الفيدرالية حجر وروا يعني يطبق نفس الاستراتيجية لطبقناها احنا في السنوات 2017 وتحت ليس وفوق لأنه توقفنا في 2017 يعني لو نتكلم لك على المنتخب الجزائري واللعبين يعني نازلنا اللعبه بالمنتخب واللعبين لجابتهم الفيدرالية حجر وروا ربما تشبه لي المدرب هذا بالناخب جمال بالماضي يقول لك لا نقول لك لا ليس لي شيء لأنه هذا الناخب عنده فيدرالية اللي يتدافع أولا على المنتخب بتاعها يتدافع على بلادها على كل أحد ربي سالع اليوم لكن احنا يا نقول لك احنا ما عندناش ناس اللي يتدافع على المنتخب الوطني يقولناها في كامل مرة ما تدافعش على الفرق توعنا ما تدافعش على المنتخبات الفئات العمرية يعني هاد الشيء مهم في افريقيا يكدب عليك ما تقدرش بمنتخب تمشي تلعب في افريقيا بدون ما عندك حماية لما نقول لك هنا حماية عماد يخي دايما نقول هالك ما يشن باش نشروا لزربيت شي رأديم لا تحمي منتخب في التعيينات لأنه المنتخب لأنه افريقيا معروفين الحكام معروفين الحكام ومعروفين اللوبينغ ومعروفين الناس هدو ربما يحبوا يخرجوا لك المنتخب بتاعك باش على 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 فريق اخر لهذا قل لك انا نعود لك الى السؤال تاعك قل لك انا هاد المدرب عنده الحظ ليس لشيء لأنه وجد المنتخب اولا في نهائيات كأس العالم وهذا الشيء اللي ربما رح يزيد يخدمه ومشي صدفة كذلك اللي وصل الى ادور متقدمة لأنه كذلك هو عمل عمل اطراف اطراف اللي دائما الدعم المنتخب بتاعها وهذا شيء ربما اللي ربما احنا افتقدناه في الآوين الاخيرة ولم يكتبين شكرا شكرا